بيبدأ الفيلم بدكتور اسمه لايتن هو بيتكلم في مؤتمر علمي وبيقوله ان قدر يعمل عقار بيحسن ذاكرة الانسان وبيخليه تنبأ بالمستقبل والعقار ده هيعمل طفرة في عالم الطب لانه بيحسن الحواس الخامسة للانسان وبيزود نسبة زكاوه وفي خلال شعر واحد دس هتبدأ شركته اللي اسمها اللوران تطرح العقار ده في السوق وبعد ما بيخلص المؤتمر بيقابل دكتور جيرومز المساعب بتاعه وبيؤمره يعمل تجارب للعقار ده على البشر عشان يتأكد انه نجح ويبدأ بقى ينتج منه كميات كبيرة ويبيعه في السوق بنروح بعدها البنت اسمها انا ويرايحها للبار وده عشان تقابل صديقة اللي بيشتغل ويتر هناك وبتقوله ان حالتها المادية سيئة جدا وبتدور على شغل فبيديها ورقة اعلان من شركة هاللوران طالبين فيه شباب يعملوا عليهم تجارب لعقار بيخلي الانسان يتنبأ بالمستقبل وكل دوت هيكون في مقابل 2000 دولار فبتتحمس انا للموضوع وبتروح تقدم في الشركة لانها محتاجة فلوس وهناك بتشوف شباب تانية مقدمين للتجربة وبيتكلم معهم الدكتور جيرومس وبيشرح لهم الاثار الجانبية للعقار وبيعرفهم انه يفضلوا موجودين في مقر الشركة ومش هيخرجوا غير بعد انتهاء التجربة وبعدها بيطلب منهم انهم يسيبوا مبيلاتهم وبياخدهم كريتس المساعب بتاعه في جولة جوا الشركة وبيعرفهم المكان اللي هيناموا فيه تاني يوم بتيجي واحدة منهم اسمها كريستين بتتعرف على انا وبتقول لها ان في واحد اسمه دان متابعها طول الوقت والشكله كده معجب بيها وبعدها بتعرف على صديقها سكراتش اللي عمل التجربة دي تلات مرات قبل كده وبيقول لها انه لاحس كده انها خايفة من التجربة فبيطمنها ان الموضوع عادي جدا ومفيش اي خطور عليها وقتها بيكون جيرومس مرائب الشباب من بعيد وبتقول للممرضة ان زميل الدكتور راس مزين مختفي بقاله يومين ومش بيرد على تليفونه فبيقول لها يمكن يكون سافر عند بنته وبيطلب منها لما يرجع تدخل تعرفه وبعد لحظات بيستهد الشباب عشان ياخدوا العكار وبتتعرف انا على دان المعجب بيها وبتهزر معاه ولما بتدخل عشان تاخد العكار بتكون قلقانة وخايفة فبيقول لها دكتور جيرومس انه هيسيبها تمشي لو هي عاوزة بس لو اتحقنت بالعكار مش هيقدر يخرجها من مقر الشركة لحد ما يعرف التجربة نجحت ولا لأ فبتتردد انا في البداية لكنها بتكرر تاخد العكار وساعتها بيروح باقي الشباب يلعبوا بلياردو وبيبدأ العكار يشتغل على واحد اسمه ماركوس فبيشوف المستقبل وهو بيضيع الكورة وبيتفاجئ ان ده حصل فعلا في الوقت الحاضر فبيستدعي دكتور جيرومس على مكتبه وبيسأله اذا كان حصل معاه حاجة غريبة ولا لأ فبيقول له ماركوس ان موقف اتقرر معاه مرتين وعلى الاغلب كده شاف المستقبل وقبل ما يخلص كلامه بتيجي كريستين عشان تقول للدكتور ان حصل لها نفس الموقف وتكرر معاها المشهد مرتين وبعد شوية بيجتمع كل الشباب وبتبدأ تحكي لهم كريستين اللي حصل لها وبتقول لهم كده انها مش مرتاحة وحسن العكار ده ليه اضرار خطيرة جدا عشان كده قررت انها تمشي بكرة من الشركة دي قبل ما يحصل لها حاجة وبالليل بيكون جيرومس قعد في مكتبه فبيجير تصال من لايتن صاحب الشركة وبيقول له نزميله دكتور راس مزيني اللي كان مختفي للأسف مات والشرطة لقومه قطول في شاقته وكان موجود جنبه رسومات غريبة مرسومة على ورقة فبيتصدم جيرومس وبيطلع من درج مكتبه ورقة عليه رسومات وبيبان كده انه عارف مين القاتل لكنه بيرفض يتكلم في الوقت ده بتشوف انا رأي من المستقبل ان كل صحابها بيموتوا وكان مكتوب على حيطة رقم 5,260 والكتابة بالدم ولما بتفوق بتروح تطمن عليهم وبتلاقيهم نايمين ومفيش اي حاجة وساعتها بتكرر انها تهرب من الشركة ولكن بيشوفها لمساعد كريتس وهي بتحاول تخبط الازاز وساعتها بيصحى كل الشباب على صوتها وبيسألوها في ايه بالزبط فبتقول لهم انها شافت رؤية من المستقبل انهم هيموتوا لو فضلوا في الشركة دي وبتنصحهم انهم يهربوا فورا من المكان الخطير دوت وقبل ما تكمل كلامها بيحقينها كريتس ممخدر وبياخدها للدكتور جيرامس واول ما بتفوق بتحكي له كل اللي حصل ويا منهارة وبتترجى يسيبها تمشي فبيتصدم جيرامس لانها اكتر واحدة شافت المستقبل لمدة طويلة وبيقول لها انها لازم تفضل في الشركة لحد ما يتطمن ان ما فيش اي حاجة فيها وقتها بيشوف حارس امن الشركة شخص مقنع واقف برا فبيروح كده عشان يشوف مين دوت لكنه لما بيخرج ما بيلاقهوش وبيدوس على مصيادة حديد برجليه وبيقع على الارض وفجأة بيلاقي قدام مصيادة تانية وبتقفل على دماغه وبيموت في اللحظة دي بيروح ماركوس يصحي كريستين وبيكرروا يهربوا من الشركة وفي طريقهم بيقابلهم دان وبيقول لهم انها يهرب معاهم وفجأة بيشوفوا المساعد كريتس ومقتول قدام ازاز القوضة بتاعته فبيطلعوا يجروا بسرعة ناحية الباب الخلف للشركة وبيلاقوا ان فيه دم كتير على الحيطة وبيخمنوا كده ان فيه مجرم دخل الشركة وبالتأكيد هو اللي عمل كل دوت واول ما بيخرجوا بيقابلوا زميلهم سكراتش وبياخدوا معاهم وبيروحوا يركبوا العربية عشان يهربوا ولكن دم بيحس بالزنب لانه ما حذرش باقي زميله فبيقرر يرجع الشركة عشان يحذرهم وياخد انا معاها فبيقعد سكراتش الواحده في العربية وبيروح معاهم ماركوس وكريستين ولما بيدخلوا الشركة بيتفقوا انهم يروحوا ينقذوا باقي زميلهم لحد ما دان ينقذ انا وقتها بتشوفهم انا في رؤية المستقبل وهم التلاتة بيموتوا فبتحاول تفك نفسها وبتخرج بسرعة من القوضة وبتلاقي رؤيتها الاولى تحققت وزميلها للأسف ماتوا ومكتوبة على الحيطة 5,260 ولما بييجي دانو اللي معاه بيتصدموا من المنظر لحد ما بتنزل في ممر هوا وبتقع في سلك الشائق وبتموت وساعتها بتفكر انا انها شافت كريستين بتموت في الرؤية التانية وبيجروا كلهم على الحمام عشان ينقذوها لكنهم مش بيلقوها هناك وبيلقوا ان فيه اثار دم ناحية ممر الهوا والغريب ان قثتها بتكون مش موجودة هناك فبيخمنوا ان الشخص اللي قاتل صحابهم هو نفسه اللي قاتل كريستين فبيروحوا نحية الباب الخلفي عشان يهربوا ولكن للأسف بيتفاجئوا ان الباب مقفول وبيقرروا وقتها يروحوا قوضة دكتور جيرومس يمكن يلاقوا هناك حاجة تساعدهم في الخروج من الشركة ولما بيوصلوا بيلاقوا الكمبيوتر بتاعه مقابلة من 6 شهور والمقابلة دي مع واحد حقنه بالعقار اسمه باسكال وساعتها كان جيرومس وصاحبه راس موزين بيشوفوا نتيجة العقار وبيلاقوا ان باسكال عمال يرسم رسومات غريبة وبعدها بيبص باسكال في الكاميرا وبيقول لو بتشوفني دلوقتي فك شفرة الارقام اللي عند القوضة اللي صحابك ماتوا فيها فبيتفاجئ دان ان باسكال بيوجهله الكلام ليه هو وده معناه ان باسكال شاف رؤية للمستقبل من 6 شهور وكل اللي بيحصل دلوقتي ده شافه قبل كده فبيحاول يفكوا شفرة الرقم 5,260 وبيكتشف ان باسكال بيوجه رسالة ليهم وهي ان فيه 5 اشخاص بس اللي هيعيشوا وهيقدروا يهربوا من الشركة وفجأة تليفون بيرن وبيلاقوا صاحبهم سكراتش هو اللي بيكلمهم وبيقولهم ان شاف رسومات غريبة في المغزن ومن ضمنهم صورة ليه وبيعرفهم ان باسكال هو الشخص المقنع اللي قتل كل الموجودين في الشركة وبيعرفهم مكان قوضة طوارق محدش يعرف مكانها والافضل اللي هم بقى يستخبوا فيها لحد الصبح فبتقول انا لدان انها شافت رؤية في المستقبل ليه وهو بيموت غرقان وصاحبه ماركوس كمان بيموت في النفا فبيتداق دان وبيروحوا لقوضة طوارق وهناك بيلاقوا دكتور جيرومس مستخب فيها وبيرفض يفتح لهم الباب وفي الوقت ده بيلاقي سكراتش ازازة فيها العقار اللي بيخليهم يشوفوا المستقبل فبيحقل نفسه بالعقار وساعتها بيشوف رؤية للمستقبل وهو خارج من مغزن وبيركب العربية وفجأة بيهجم عليه باسكال وبيقتله ولما بيفوق من رؤية بيقرر يفضل مكانه وما يركبش العربية وساعتها بيبدأ الدكتور جيرومس يحكي لهم قصة باسكال وبيقول ان اول واحد اتحقم بالعقار وحصل له اضطراب في عقله لانه ما بقاش عارف يفرق بين المستقبل والحاضر ومن ساعتها وبيقتل كل الدكاترة اللي شغالين في الشركة ودلوقت طبعا عاوز يقتله هو كمان بنرجع تانيل سكراتش وهو في المغزن وبيلاقي باسكال بيهجم عليه فبيهرب منه وبيركب العربية وفجأة بيظهر باسكال من وراه بيقتله زي ما حصل في الرؤية بالزبط وقتها بيتكلم ماركوس مع دان وبيقترح عليه انهم يقتلوا انا لانها هي اللي شافت الرؤية وهم بيموتوا ويمكن بقى لو خلصوا عليها الرؤية دي ما تتحققش ولكن دان بيرفض لانه بيحبها وبيبدأوا يتخنقوا هما الاتنين مع بعض لحد ما بيطلع ماركوس السكينة من جيبه وبيقتل نفسه بالغلط فبيخرج من قضى ومصاب وبيموت في نفس المكان اللي انا شافت فيه الرؤية قبل كده فبيتحرك دان ناحية السطح وبياخد معاه انا واول ما بيوصله بيقرر انه مينطه من فوق المبنى لان التلجل على الارض كتير جدا واكيد مش هحصل لهم حاجة فبيعترف دان لانه بحبه وبيرميع من فوق السطح ولما بيتأكد انها كويسة بيقول لها تهرب بسرعة وساعتها بيكرر يضحي بنفسه وبيدخل يواجه بسكال عشان يديها فرصة تهرب ويضمن انه مش هيطردها فبتركب انا العربية وبتطلع جثة سكراتش وبترجع بالعربية لحد ما بتكسر ازاز الشركة وساعتها بتكرر انها تدخل تساعد دان وتنقذه وبعدها بتروح تقابل الدكتور جيرومس وبتبدأ تسأله اذا كان كل الرؤى المستقبلية بتتحقق ولا لأ فبيقول لها جيرومس ان مش كل الرؤى بتتحقق ولكن بس كان الوحيد اللي الرؤى بتاعته بتتحقق وده لانه اخد جرعة كبيرة جدا من العقار دوت وساعتها بتجيلها فكرة انها تحقق نفسها بكمية كبيرة من العقار وتحاول تفكر بقى في الحاجة اللي هي عايزاها وبالتالي هتقدر تحدد المستقبل وتتحكم في الرؤية اللي هي عايزاها وفعلا بتحقق نفسها بالعقار وبتشوف رؤية في المستقبل وهي بتنقذ دان من الغرق قبل ما بس كان يموته ولما بتفوق بتروح بسرعة تنقذ دان وبتلاقيه لسه عايش ولكن وقتها بيسيبهم بس كانه وبيمشي وفي الوقت ده بيجي دكتور لايتون صاحب الشركة وبيتفاجئ ان كل الموظفين ماتوا ولما بيروحهم للدكتور جيرومس بيفضل يتخانق معاه وبيرمي السجارة على الارض بس بيكون فيه مادة مشتعلة على الارض والقوضة بتنفجر بيهم وبيموتوا وساعتها بتخرج انا ودم من الشركة وبيكونوا هم الادنين الوحيدين اللي لسه عايشين وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم بخبر بيتزعف التلفزيون عن انتشار فيروس غريب في العالم كله مع ده مدينة القدس المحتلة وبيكون الفيروس ده خطير جدا لدرجة انه بيحول البشر لكائنات متوحشة بنروح بعدها لمحقق اسمه جاري وراكب العربية مع عائلته وبيكون الطريق متعطل بسبب زحمة المرور فبيحس جاري كده ان فيه حاجة مش طبيعية بتحصل فبيخرج يشوف فيه ايه وبيلاقي انفجار حصل في الشارع والناس عمالة تجري فبييجي زابط مرور يتكلم معاه وفجأة بتيجي عربية كبيرة بتخبط الزابط وبيتشيل كل العربيات اللي في الطريق وبيتحول الشارع لفوضى والناس بتفضل تجري فبيتحرك جاري بسرعة بالعربية وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل بالزبط لحد ما بتيجي عربية اسعاف بتخبطه وبيلاقي العربية تعطلت فبياخد عائلته وبيخرج من العربية بسرعة وبيلاقي الناس بتجري في الشارع بسبب مجهول هو لحد دلوقتي مش فاهم هو ايه وفجأة بيشوف واحدة عمالة تكسر ازاز عربية بتمغها وبعدها بتهجم على واحد وبتعده فبيتحول الراجل ده الزومبي في خلال 12 ثانية بس وبيعد عائلته وبيحولهم كلهم زيه فبيركب جاري عربية تانية مع عائلته وبيهرب من المكان بسرعة بعد ما كل الناس اللي في الشارع اتحولوا الزومبي وبيبان كده ان مدينة نيويورك اتضمرت تماما وفي طريقه بتتعب بنته ريتشيل وبيجي لها ديء تنفس وده لانها مريضة بالربو ولازم تاخد العلاق بتاعها فورا وقتها بيجيلهم كلمة من صاحبه تيري اللي بيشتغل في الجيش وبيبدأ يقوله ان حياته هو وعيلته في خطر لان الزومبي انتشروا في المدينة كلها وهيجي اخدهم بكرة بطيارة هليكوبتر وقت شروق الشمس فبيروح جاري للسوبر ماركت عشان يدور على دور رابو بتاع بنته وبيلاقي المكان كله فوضى والناس بتسرق الاكل وبتمشي فبتروح مراته كارين عشان تدور على اي اكل وتاخده معاها وفجأة بيهجم عليها اثنين مسلحين وبيكونوا عاوزين يسرقوا الاكل منها فبييجي جاري ينقذها وبيخرجوا من السوبر ماركت وبيتفاجئ ان العربية بتاعته تسرقت فبيتصل على صاحبه تيري وبيعرفوا موقعهم وبعدها بياخد عيلته وبيدخلوا المبنى مهجور وبيقفل الباب عشان الزومبي ما يدخلوش واول ما بيطلعوا على السلم الزومبي بيدخلوا وبيجروا وراهم فبيلاقي جاري شقة عايش فيها واحد وعيلته وبيدخلوا يستخبوا عندهم وساعتها بيشغلوا الراديو وبيسمعوا خبر من الشرطة بيقولوا فيه ان الزومبي انتشروا في امريكا كلها وبيطلبوا من الناس ما يخرجوش من بيوتهم لحد ما الجيش يتصرف وتاني يوم بيصحى جاري وبيجهز نفسه عشان هيطلعوا لسطح المبنى ويركبوا الطيارة بتاعت صاحبه فبيربط مجلات على دراعه عشان يحمي نفسه من الزومبي لو عضوه وبعدها بياخد عيلته وبيخرجه من البيت بهدوء بس فجأة بيهجم عليه مجموعة زومبي وبيحاول يقتلهم وبيخل مراته وبنته يسبقوه على السطح بسرعة فبيدخل في بقه دم وحب من الزومبي وبيكون خايف انه يتحول وزاعتها بيجي ابن العيلة اللي كان جاري عندهم وبيقتل الزومبي لان عيلته كلها تحولت وما تبقاش للأسف غيره فبياخده جاري معاه وبيطلع للسطح بسرعة وبيقف قدام السور عشان يعني لو تحول يقع من فوق المبنى وبالتالي ينقذ عيلته لكنه الحصن الحظ مش بيتحول وبتوصل أخيرا للطيارة اللي هتاخدهم لمكان آمن فبيروح جاري عشان يقفل باب السطح وبعدها بيجري وبيركب الطيارة بسرعة وبيتحركوا في آخر لحظة لحد ما بيوصلوا للسفينة تابعة للأمم المتحدة والأخر سكان في أمريكا اللي لسه متحولوش لزومبي فبيستقبلهم تاري وبياخدهم على القوت بتاعتهم وبعدها بيتكلم مع جاري على انفراد وبياخدوا لغرفة التحكم وبيقولوا ان فيروس الزومبي انتشر في العالم كله وللأسف مفيش لحد دلوقتي اي مصل للعلاج من الفيروس دوت وبعد أبحاث كتيرة جدا عارفوا ان مصدر الفيروس ده هو معسكر في الكوريا الجنوبية عشان كده كرروا انهم يبعثوا فريق هناك يدوروا على مصل لعلاج الزومبي وهيكون معهم دكتور جينات اسمه دكتور فاس وقبل ما يكمل كلامه بيجي وزير الخارجية عشان يتكلم مع جاري وبيبدأ يقولوا انت احسن محقق في الامم المتحدة ولازم تروح كوريا الجنوبية مع فريق فاس عشان تدوروا على مصل العلاج فبيوافق جاري بشرطه انهم يحموا عيلته في غيابه وبيروح عشان يودع مراته كارين وبيديها مبايل عشان يكلمها ويتطمن عليها وبعدها بيركب الطيارة وبيسافروا الكوريا الجنوبية وفي طريقهم بيتكلم مع دكتور فاس وبينصحوا ما يبعدش عنه لانه هو امالهم الوحيد في انهم يلاقوا المصل او نقطة ضعف الزومبي ولما بيوصلوا بينزل الفريق من الطيارة وبيبدأوا يتحركوا بهدوء عشان الزومبي ما يسمعهمش ولكن فجأة بيجم عليهم مجموعة زومبي من كل ناحية فبيحاول الجنود يقتلوا الزومبي وساعتها بيخاف فاس وبيطلع يجري ناحية الطيارة لحد ما بيقع وبيضرب نار على نفسه بالغلط وبيموت فبيتحرك جاري مع الفريق وبيروحوا للمعسكر اللي بدأ فيه انتشار الفيروس وبيبدأ يسأل الجنود ازاي فيروس الزومبي دوة تنتشر في المعسكر وما حدش تلاحظ وجوده فبياخدوا الاوضة مهجورة وبيقولوله انهم لقوا زابط مغم عليه في الاوضة ديت والزابط ده كان بيتعام على الاختبارات جينية غريبة ولما جابوله الدكتور عشان يعالجه هجم عليه وعضه وزاعتها الدكتور اتحول لزومبي وبدأوا هما الاتنين يعدوا كل الموجودين في المعسكر لحد ما حولوهم ومن هنا بدأ فيروس الزومبي ينتشر في العالم كله وبعد شوية بيشوف جاري واحد امريكي محبوز بتهمة تجارة الاسلحة في كوريا والشخص دوت بيكون عارف معلومات كتير جدا عن الزومبي فبيروح يتكلم معاه وبيعرف منه ان الكيان السهيوني بنوا صوار عالية جدا في فلسطين عشان يتحاموا من الزومبي وفلسطين دلوقتي هي الدولة الوحيدة اللي الزومبي ما قدروش يدخلوها وبيقول له لو عاوز تعرف اي معلومات لازم تسافر لفلسطين ولما توصل هناك اسأل عن واحد اسمه يورجن فبيكرر جاري انه ياخد فريقه ويسافره لفلسطين ولكن بيواجهوا مشكلة ان فيه زومبي كتير جدا ناحية الطيارة فبيركبوا عجل وبيتحركوا بهدوء لحد ما بيوصلوا وبيحاول الفريق انهم يقتلوا الزومبي اللي في طريقهم وبعدها بيشغلوا الطيارة وبيمشوا من المكان ولما بيوصلوا لمدينة القدس بيروح جاري عشان يقابل يورجن لكنه بيتفاجئ انه ما يعرفش اي معلومات عن الفيروس دوت وبيسأله انتوا ليه بنيتوا صور عالي قبل انتشار الفيروس فبيقول له يورجن ان اليهود زمان كانوا فاكرين نفسهم اقوى جيوش العالم لحد ما المصريين هزموهم في حرب 1973 والمصريين اثبتوا لهم ان فيه جيش اقوى منهم وساعتها تعلموا من غلطهم ودلوقت السور دوت هو اللي بيحميهم من الزومبي وبعد ما بيخلص كلامه بيخضع عشان يوري له السور وفجأة بيسمع الزومبي صوت مكبرات صوت جوى السور وبيبدأوا كلهم يتجمعوا في مكان واحد وبيطلعوا فوق بعض لحد ما بيدخلوا السور وبيهجموا على الناس وبيحولوهم لزومبي فبيهرب جري بسرعة وبيشوف الزومبي وهما بيعدوا من جنب راجل عجوز من غير ما يلمسوه وبيحس كده ان فيه سر في الموضوع فبيهرب مع الفريق بتاعه بسرعة عشان يركبوا الطيارة ويخرجوا من المدينة وفي طريقه بيشوف الزومبي وهما بيعدوا جنب ولد مصاب بالكانسر من غير ما يحولوه فبيفهم ان الزومبي مش بيلمسوا اي حد عنده فيروس من اي نوع وفجأة بيلاقي زومبي عض شرطية معاه اسمها سجن فبيقطع ايديها بسرعة عشان ما تتحولش وبعدها بياخدها وبيروحوا يركبوا طيارة ركاب عشان يخرجوا من المدينة واول ما الطيارة بتتحرك بيتصل بصاحبه تيري وبيعرفوا ان لقى طريقة يتصدوا بيها للزومبي لكنه في البداية عاوز يروح لمركز ابحاث طبي وده عشان ياخد فيروسات من هناك ويتأكب من كلامه فبيطلب منه تيري انه يدي الموبايل للطيار وساعتها بيؤمر تيري الطيار ان يوصل جيري لقرب مركز ابحاث طبي في اسرع وقت فبيوافق الطيارة وبيقول لجيري انها يوصلوا لمركز ابحاث موجود في بريطانيا ووقتها بتروح المضيفة عشان تفتح خزنة الطيارة وبتتفاجئ بزومبي بيحجم عليها وبيعضها وبيبدأوا هم الاتنين يعضوا الركاب وبيحولوهم وساعتها بيسمع جيري صوت صريخ في الطيارة وبيلاقي للأسف ان كل ركاب الدرجة التانية تحولوا فبيؤمر ركاب الدرجة الاولى انهم ما اعملوش صوت وبيخليهم يحطوا شنط نحية الباب عشان يمنعوا دخول الزومبي ولكن واحد منهم بيوقع شنطة فبيسمعوا الزومبي وبيبدأوا يهجموا عليهم وبيحولوهم هم كمان فبيضطر جيري انه ياخد كنبيلة من سجن وبيحدفها على الزومبي عشان يعمل فتحة ويطيارهم وبسبب الانفجار اللي حصل بيتعطى المحرك الطيارة وبتقع وبيكون كل الموجودين اللي عليها ماتوا معادة جيري وساجن وللأسف جيري اتصاب بجرحة في بطنه فبتاخده وبيروحوا للمركز الطبي اللي عاوزين ياخدوا منه عينة الفيروسات وساعتها بيعرف الوزير ان طيارة جيري تحطمت وبيكون فاكر انه مات فبيؤمر تري انه يخرج مراد جيري وبناته من على السفينة وده لان وجودهم حاليا ما بقاش ليه اي لازمة وتاني يوم بيفوق جيري وبيلاقي نفسه جوا المركز الطبي وبيتكلم مع المدير وبيقوله انه فاخد الوعي بسبب الجرحة اللي في بطنه وبيعرفوا ان تليفونه معاه فبيطلب بينه جيري انه يتصل على رقم مراته عشان يطمن عليها وبيتفاجئ ان صاحبه تري هو اللي بيرد عليه وبيقوله ان مراته وبناته اترحلوا على معسكر اللاجئين في كندا وده لانهم كانوا فاكرين ومات فبيتعصب جيري وبيكون قلقان على عيلته وبعد ما بيهدى بيتكلم مع الدكاترة اللي في المركز وبيقولهم انه عاوز عينات فيروس قوي قابل للعلاج عشان يحقن به البشر لانه شاف بعينه الزومبي وما بيعتجعله الناس اللي عندهم فيروس او امراض خبيثة فبيقولوله انه عينات الفيروس موجودة في قسم مقفول في المركز والمركز ده تقفل بسبب ان الدكاترة اللي هناك اتحوله الزومبي وبيبدأ يوريوله الغرفة اللي فيها العينات فبيكرر جيري انه يجازف وبياخد معاه سجن ودكتور من المركز عشان يوصلوا للغرفة وبعدها بيتحركوا بهدوء وبيكونوا قربوا يوصلوا ولكن بتشوفهم واحدة من الزومبي فبتضربها السجن بالمسدس وبيسمع باقي الزومبي اللي في المكان وبيجروا ناحيتهم فبترجع سجن والدكتور للمكان الامن اللي كانوا فيه وساعتها بيروح جيري لغرفة الفيروسات وبياخد العينات وبيلاي فيه زومبي واقف قدام الباب ومستنيه يخرج عشان يعضه فبيضطر يحقل نفسه بفيروس قوي عشان يخرج من غير ما الزومبي يعضه وفعلا بيخرج وبيوقف قدام الزومبي ومش بيعضه وساعتها الدكاترة بيكونوا شايفين كل اللي بيحصل على الكاميرات ومش مستوعبين ابدا ان خطة جيري نجحت وفي طريقه للغرفة اللي فيها الدكاترة بيشوفوا الزومبي وبيعدوا من جنبه من غير ما يعضه وتاني يوم بيخرج من المركز وبيسافر لكندا عشان يروح لعيلته وبعد فترة بتقدر منظمة الصحة العالمية تصنع مصل في عينا من الفيروسات وده عشان يحقنوا البشر بيه ويبعدوا عنهم الزومبي وفي النهاية بتقدر كل الحكومات اللي في العالم تقتل الزومبي واخيرا بيحرقوهم لحد ما بيتخلصوا منهم تماما وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم بدكتور اسمه هنري وبنشوفها في محاضرة في جامعة اوكسفورد بيتكلم فيها عن الامراض النفسية وبعدها بيجيب مريضة اسمها ليزا وبيشرح للطلبة انه حقنها باربع جرعات من المهد لانها مصابة بالهستيريا واللي يعتبر اخطر مرض نفسي لانه بيخلي المريض عنده اضطرابات مفعالية وممكن يعمل اي حاجة فبتتكلم ليزا مع الطلبة بتقولهم ارجوكم ساعدوني انا مش مجنونة وبيبان كده انها عقلة ومش مريضة فبيقطع الدكتور هنري وبيقول انه محدش بيعترف بمرضه وبعدها بينادي على المساعب بتاعه وبيطلب منه يخرجها وبيجيب المريض اللي بعده عشان يكمل المحاضرة وبعد شهرين بنشوف دكتور نفسي اسمه ادوارد ورايح مصحة نفسية منعزلة عن المدينة واول ما بيوصل بيقابله فين رئيس الامن وبيسأله انت مين وعاوز ايه فبيعرفوا ادوارد بنفسه وبيقولوا انه دكتور نفسي من جامعة اوكسفورد وكان باعت لهم جواب من شهر عشان يعرفوا من الجامعة عينوه في المصحة ولكن محدش رد عليه فبيعتذر له فين وبيقولوا ان الجوابات بتوصل متأخر لان المصحة في منطقة معزولة وبعدها بيفتح له الباب وبيدخلوا مكتب دكتور لامب مدير المصحة وبيعرفوا انه هيجي قابله دلوقتي وفعلا بييجي دكتور لامب وبيرحب به وبعدها بياخدوا جولة في المكان وبيعرفوا ان المصحة فيها امتين مريض نفسي من عائلات غنية جدا واهلهم جابوهم المصحة دي بالذات عشان يتعالجوا عنده لانه يعتبر اشهر دكتور نفسي في اوروبا ومش بيعالج المرضى بتوعب الادوية والطرق التقليدية ولكن بيعالجهم عن طريق ان يجريهم في التخيلات بتاعتهم ولازم يحسسهم انهم طبيعيين ومش مرضى نفسيين زي ما الناس بيقولوا لهم فبيستغرب ادوار جدا من كلامه لانه اول مرة يسمى عن طريقة العلاج ديت وبالصدفة بيشوف مريضة بتعزف على البيانه وبيعجب بيها وبتطلع ان دي ليزا اللي شفناها في اول الفيلم وهي في الجامعة فبيقوله لامب ان ليزا كانت متجوزة واحد كل يوم بيصبحها ويمسيها بعلقة لحد ما جالها مرض نفسي بسببه اسمه الهستيريا ومع الوقت حالتها كانت بتسوق يوم ورد تاني لدرجة انها ضربت جزها بالمشت في عينيه لما مدي ايده عليها وساعتها اهلها جابوها المصحة ديه عشان تتعالج وجزها فضل يبعد جوابات تهديد كتيرة جدا لدكتور لامب عشان يخرجها من المستشفى ويقول انها تعالجت وطبعا ده عشان يرجعها البيت وينتخم منها على اللي عملته فيه ولكن دكتور لامب رفض حفاظا على سلامتها وجاب لها بيانو تعزف عليه عشان تعيش حياتها بحرية في المصحة وبالليل بيروح ادوارد يتفرج على ليزا وهي بتعزف على بيانو وبيقول لها ان عصفها حلوة جدا وبيعرفها بنفسه فبتقلق ليزا لما بتعرف ان فيه دكتور جديد هو لا يشتغل في المصلحة وبيبمن نظراتها كده ان فيه حاجة غريبة بتحصل في المكان دول ولما بيقعد ادوارد يتعشى بيتفاجئ ان المرضى قاعدين معاه على الصفرة وبيسأله واحد من المرضى انت ليه اخترت انك تشتغل في المصلحة دي بالذات فبيقول له ادوارد ان المصلحة في منطقة ريفية وهو بيحب الريف جدا لان تولد وتربى فيه فبيتكلم معاه فين رئيس الامن وبيروح يدي له مشروب وساعتها بيلاحظ ادوارد ان كل المرضى بيبصوله كأنهم عاوزين يقولوله حاجة وقبل ما يشرب المشروب بتخبطه ليزا في رجله وبيقع على هدومه فبتطلب منه يروح معها الاوضة عشان تنظف له هدومه وإحناك بتقوله انت لازم تمشي من مصلحة دي فورا وإيه اللي هتكون نهايتك الموت فبيستغرب ادوارد من كلامها وبيسألها انت ليه بتقولي كده وفجأة بيحصل لها تشنجات في ايديها وبتخرج من الاوضة فبيحس ادوارد كده انها مخبية حاجة وبالليل بيسمع ادوارد صوت خبط جاي من الصرف الصحي فبيخرج وبيمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بيوصل لنفق فيه ناس محبوسين في زنزانة وبيطلبوا منه اكل فبيتكلم معاه واحد عجوز وبيترجانه يدور على مفاتيح الزنزانة ويخرجهم من المكان ده فورا فبيقوله ادوارد انها يقول لدكتور لمب عشان يخرجهم بسرعة ولكن العجوز بيقطعوا بيقوله انه لمب لو عرف انه جيت المكان ده اصلا هيقتلك فبيفتكر ادوارد انهم مجرد مجنين وبيقرر يمشي وقبل ما يخرج بيلاقي واحدة بتنادي عليه باسمه فبيسألها انت عرفت اسم ازاي فبتقوله انها عرفت اسمه من خلال جواب التعيين اللي كان بعته من شهر وبتعرفه خبر صادم جدا وهو انها تبقى ماريون رئيسة الممرضات والرجل العجوز اللي كان بيكلمه دوت يبقى بنجامين مدير المصحة والمفاجأة بقى ان لمب مش مدير المصحة ولا حاجة وانه مريض نفسي كان بيتعالج في المستشفى وفي يوم حط مخدر لكل اللي شغالين في المصحة وحباسهم في الزنزانة ديت ومن ساعتها وامسيطر عن المصحة هو وكل المجنين اللي معاها واي حد غريب بييجي من برا بيفهموا انه هو مدير المصحة لحد ما بيحبسوا معاهم في الزنزانة يا اما ممكن يقتله فبيتصدم ادوارد وبيطلع يجري وخايف وبعدها بيروح لقودة ليزا وبيقول لها انهم لازم يهربوا وبيعرفها ان دكتور بنجامين مدير المصحة الحقيقي محبوس في زنزانة هو وكل الممرضين ودلوقت المجنين هم لمسكين المصحة وقبل ما يكمل كلامه بيتفاجئ ان ليزا عارفة كل دوت وبتقوله انها واحدة من المجنين اللي هو بيتكلم عليهم وفجأة بيجي لمب وبيسأله انت بتعمل ايه هنا فبتجذب عليه ليزا وبتقوله انه كان تايه ومش عارف مكان قطو فبيتكلم لمب مع فين رئيس الامن وبيأمره يوصل ادوارد لقطو وبعدها بيسأل ليزا لو كان ادوارد عرف الحقيقة او يمكن شاكك في حاجة فبترتبك ليزا وبتقوله لأ ولكن لمب بيكون شاكك فيها وحاسس انها بتجذب وتاني يوم بيسرق ادوارد اكل وبيروح يديه لدكتور بن جمين والممرضين المحبوسين معاه وبيوعدهم كمان انها يخرجهم من المكان دوت وساعتها بيسأله عن مكان ملف الطب بتاع لمب فبيقوله انه موجود في دلاب الادوية بتاع مكتبه وبعدها بيروح ادوارد يتمشى مع لمب وبيمروا على المرضى لحد ما بيوصلوا الزنزانة فيها مريض اسمه الغول وبيطلب منه لمب انه يغيره على الجرح اللي في ايديه لانه شخص عنيف جدا ودايما بيعور نفسه فبينزل ادوارد وهو متوتر وخايف وفجأة بيهجم عليه الغول وبيخنقه وبالصدفة بيشوف ادوارد اسم ارثر مكتوب على الحيطة فبيفهم ان ده اسم الغول فبيناديب ارثر وبيترجانه يسيبه وفعلا بيهدى ارثر وبيسيبه وساعتها بيحاول ادوارد ان يهديه وبيغيرله على الجرح بكل هدوء وفي الوقت ده بيكون لامب شايف كل اللي بيحصل وبيطلع انه كان قاصد انه ينزل ادوارد لزنزانة ارثر وده عشان يعرف هيتصرف قدامه ازاي وبيبان كده انه معجب بزكاء ادوارد وبعد شوية بيروح ادوارد الممرضة عشان يعالج الجرح اللي في كتفه وساعتها بتيجي ليزا تعالجه وبتحكيله ان بنجامين مدير الصحة الحقيقي كان بيكهرب المرضى كلهم وبيعذبهم وده لانه شايفهم مجرد مجانين وملهمش اي لازمة في المجتمع ولكن لامب انتقم منه وحبسه وعلى الرغم انه مجنون الا انه بيعامل كل المرضى كأنهم اشخاص طبيعيين وفي الوقت ده بيقدر اتنين ممرضين من اللي محبوسين انهم يخلعوا شباكة زنزانة وبيهربوا بسرعة من مصحة وده عشان يروحوا للمدينة ويعرفوا الشرطة كل حاجة وقتها بيروح ادوارد لقودة لامب وبياخد ملف الطب بتاعه وفجأة بيسمع صوته وبيتكلم مع فين وجايين ناحية القودة فبيستخبى بسرعة وبيسمعهم وما بيتكلموا عليه وبيقول فين انهم لازم يحبسوه في الزنزانة او يقتلوه لانه ممكن يكشفهم ولما بيخرجوا من القودة بيعرفوا ان فيه اتنين ممرضين هربوا من الزنزانة فبياخد فين رجالته وبيخرج بسرعة عشان يلحقهم قبل ما يبلغوا الشرطة وفعلا بيلحقهم وبيحصرهم عند حفة الجبل وبيوعدهم انهم لو سلموا نفسهم مش هيعمل لهم اي حاجة فبيرفض واحد منهم وبيرمي نفسه من فوق الجبل لانه عارف انه كده كده ميت بس ساعتها بيخاف زميله التاني وبيقرر انه يسلم نفسه ولكن فين بيقتله وبيرجع بيهن للمصحة وبيقول لهم ساعتها انه واقع من على الحصان ومات وبعد شوية بيقعد ادوارد يخرق الملف بتاع لمب وبيعرف انه فعلا كان بيتعرض للتعذيب من بنجامين زي ما ليزا قالت له بالزبط وقتها بنشوف لمب ورايح يتكلم مع بنجامين وبيقول له ان المرضى بدأوا يتحسنوا ويبقوا طبيعيين من ساعة من تتحبست وكلهم مبسوطين عشان يترحموا من تعذيبك ليهم لما كنت مدير المصحة فبيضحك بنجامين على كلامه وبيفضل يستفزه لحد ما بيتعصب عليه وبيقرر ان يعقبه وفي اللحظة دي بيمر ادوارد عن المرضى وبيشوف الممرضة وهي بتحاول تأكل ستة عجوزة مصابة بالعمى لكنها رفضت تاكل نهائي لان ابنها وحشها جدا مع انه مات في الحرب وهي مش عارفة فبياخد ادوارد الاكل من الممرضة وبيكلم العجوزة على اساس ان هو ابنها وفعلا بيقدر يقنع انها تاكل وساعتها بتشوفه ليزا وبتكون منبهرة بزكاؤه وطيبته في التعامل مع المرضى وبيبهن كده انها معجبة بيه وبعدها بتقعد تتكلم معاه وبيعرض عليها انها تهرب معامل ما صحها دي وفجأة بيجي فين رئيس الامن وبيقوله انه لامب عاوزه في غرفة الجراحة ولما بيروح له بيتفاجئ ان لامب مكتف بنجامين وبيقوله انا عاوزك تساعدني في علاج المريض ده بالكهرباء لانه بيحصل له تخيلاته ومفكر نفسه انه مدير المصحة فبيضطر ادوارد ينفس كلامه وبيكهرب بنجامين وساعتها بيفضل لامب يعلي الفولت لحد ما بيخليه يفقد الزاكرة نهائي وبكده بيكون انتقم منه على اللي عمله فيه وخلاه مريض نفسي وفي نفس الوقت فاقد للزاكرة وفي ليلة راس السنة بيتجمع كل المرضى النفسيين في المصحة وبيحتفلوا مع بعض فبيروح ادوارد يتكلم مع ليزا وبيقولها انه هيحط تحاد لكل اللي بيحصل دوت وبعدها بيسيبها وبيمشي في الوقت ده بتخرج صاحبة ليزا من قودتها وبتقعد ترقص وهي فرحانة لحد ما بيجي فين رئيس الامن وبيقتلها لانه مجنون هو كمان وساعتها بيروح ادوارد لزنزانة لامب القديمة اللي كان محبوس فيها وبيلاقي صورة ليه وهو صغير وفجأة بيسمع الصوت صريخ في الحفلة وبيلاقي ان ليزا بتعايت على موت صاحبتها فبيأمر لامب رجالته انهم ياخدوا جثتها ويدفنوها وبيطلب من مساعد بتاعه ان يجيب المشروبات بسرعة عشان يكملوا الحفلة فبيروح ادوارد وراه وبيضربوا على دماغه وبيفقدوا الوعي وبعدها بيحط مخدر في المشروبات عشان ينفس خطته ويهرب من المكان ولكن فجأة بيجي فين عليه وبيتخنقوا هما الاتنين مع بعض لحد ما بيوقعوا ادوارد في حفرة وبيرمي عليه السخور كتيرة جدا وبعدها بيمشي وفي الوقت ده بيحتفل لمب مع المرضى برا المصحة وبييجي ادوارد وبيدي الواحد منه من المشروبات اللي فيها المخدر عشان يوزع عليهم وقبل ما يشربوها بيجي فين وبيمنعهم وبيقولهم ان ادوارد حطي لهم مخدر في المشروب فبيتصدم لمب وبيضرب ادوارد على راسه وبيفقدوا الوعي ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط على السرير وبيسحبوا فين لقطة الجراحة وبيمشي عشان يجيب له جهاز الكهرباء فبتيجي ليزا وبتقوله انا حذرتك قبل كده وبتسأله انت جيت هنا ليه فبيقول لها انه جيب مصحة ديت عشانها هي وبيعرفوا انشافة في المحاضرة وهي بتستنجب بالطلاب عشان يساعدوها وساعتها كان موجود لكنه مقدرش يساعدها لكنه صمم يدور عليها وييجي يساعدها لانه معجب بيها وبيحبها فبييجي فين وبياخدوا الجهاز الكهرباء وساعتها بيكرر لمب انه يكهربوا بنفسه عشان يخليه يفقد الزاكرة ويبقى مجنون زي باقي المرضى وقبل ما يبدأ بيقول له ادوارد انا عاوز منك طلب اخير وبيطلب منه ان يشوف الصورة اللي في جيبه وللاقيها في الزنزانة بتاعته فبياخد لمب الصورة وبيتفاجئ انها صورته لما كان جراح في الجيش وساعتها بيفتكر مضيه المقلم وبيسيب المكان وبيمشي فبيكرر فين انه يكهرب ادوارد عشان ينتقم منه ولكن ليزا بتحاول تساعد ادوارد وتفكه من عالسرير فبيهجم عليها فين وبيمسكها وساعتها بيشجعها ادوارد انها تقاوم وتدفع عن نفسها وفعلا بتقدر تدافع عن نفسها وبتضرب فين وبتحاول تكهربه بالجهاز واول ما بياخده منها بينادي ادوارد على ارثر الغول اللي ساعده في الزنزانة وبيطلب منه انه يعلي الفولت بتاع الكهربة وبالفعل بينافذ اوامره وبيفضل فين يتكهرب لحد ما بيتحرق وبيكون كل المرضى شايفينه وعملين يتحكوا عليه وبتحصل حريقة في المكان فبتروح ليزا تفك ادوارد بسرعة وبياخد المفاتيح من فين وبيروح يخرج المساجين اللي في الزنزانة وبيخرج كل المرضى من المصحة ومن ضمنهم لام ولي بيكون عنده صدمة من ساعة ما افتكر ذكرياته وبعد ما بيعد شهر بيروح الدكتور اللي شفناه في اول الفيلم ومعاه واحد للمصحة وبيقابل ماريون رئيس الممرضات وبيقول لها انه معاه اذن بخروج ليزا من المصحة والشخص اللي معاه دوت يبقى جوز ليزا فبتقول له ماريون ان ليزا خرجت بأمر من الدكتور ادوارد وانها ما تعرفش مكانها دلوقتي بس قبل ما تكمل كلامها بيقول لها الدكتور خبر صادم جدا انه هو يبقى ادوارد الحقيقي والشخص اللي انتحد شخصيته ده مش دكتور ولا حاجة وانه اصلا كان مريض نفسي وعنده مرض اسمه الكذب التخيولي ولما كان في الجامعة شاف ليزا في المحاضرة واعجب بيها فقرر انه يهرب وسرق ساعة وسلاحة دكتور ادوارد وانتحل شخصيته وبعدها ادور على ملف ليزا لحد ما عارف مكانها وروح المصحة عشان يخرجها وفي الوقت ده بيكون ادوارد المزيف مع ليزا في مصحة نفسية في ايطاليا وبيكونوا مبسطين ومنتحلين شخصيات دكتورة عشان محدش يعرف يوصل لهم وبيغلص الفيلم يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع الصلاة